سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصلي أنه النهاردة يكون يوم مبارك ليكم جميعاً وحضور إلهي يلمس الجميع اليوم النهاردة نتكلم عن المرأة المسلمة المرأة العربية المسلمة بين الحاضر والماضي إزاي بيأثر عليك الماضي التاريخ الثقافة الدين إزاي ده مأثر في حياتك وأنا بمنتهى الصراحة يعني هركز على الأثر الفكر الديني على حياتك اليومية أو حياة المرأة العربية المسلمة اليومية عموماً كل ده الاستقافة والمكان اللي اتولدنا فيه والحاجات دي بتأثر على حياتنا اليومية وبتأثر على حياتنا الخاصة والعامة واقعية لكن السؤال لما حنبص لبعض الأمور اللي هنترحها النهاردة اللي بنعاني منها في مجتمعاتنا يومياً سؤالي ليك إيه هو دورك؟ إيه هو دوري في الأمر ده؟ أنا دوري بقوم بياها دلوقتي بقول لكم إنه الحاجات دي اللي هنتكلم فيها لازم نغيرها إحنا شخصياً في حياتنا لازم نرفضها لازم نقف ضدها لازم ناخد منها مواقف لازم نسأل ربنا عنها لازم يكون لنا اختيارات في حياتنا نقول أنا عندي اختيار يا رب أنت سمحت لي إنه يكون عندي الاختيار ده فلازم يكون زرع إدية لنفسي لعيلتي لولادي لمجتمعي لبلدي يكون زرع مثمر تمار حسنة تمار طيبة مش تمار شر فهل إحنا مستريحين في الأدوار السلبية؟ ولا نقدر يكون عندنا دور إيجابي؟ بنقبل أمر واقع أم بنحاول تغيير واقعنا المفروض علينا لاختيارات يومية؟ إزاي تغييري الواقع المفروض عليكي لاختيار يومي؟ لازم يكون عندك وعي إن في حاجات لازم تتغير في حياتك لا تقبلي ما يفرد عليكي من سلطة دينية أو سلطة أرضية أيا كانت الاختيارات اليومية لازم تكون اختيارات مغيرة لحياتنا الخاصة والعامة عايز أسألكم ماذا عن المستقبل؟ ماذا عن المستقبل؟ أنا حاسة كده إن إحنا أما بننظر لواقع المرأة في العالم الإسلامي بحس إن إحنا ما زلنا عايشين في الماضي والماضي البعيد يعني يعني عادة من زمان قوي لكن إحنا محناش عارفين نخرج من عباءة هذا الماضي اللي بيفرد عليكي شكل معين في الحياة وصورة معينة لشخص كمرأة ويعني مضطرة إنك تعيشي فيها لكن إحنا عندنا مستقبل علشان كده سؤالي النهاردة في عام عشرين اتنين وعشرين أنت عارفة إن عندك اختيارات؟ أنت عارفة ده؟ أنت منتبهة إنك عندك اختيارات؟ هل عندك اختيارات؟ ولا لأ؟ ليه بسأل؟ لأن لسه في بكرة جاي بكرة جاي بكرة بيجي برحمات كتيرة من الرب ربنا بيقول لنا كده إنه رحماته رحمته بتتجدد كل يوم فأنا بقولك فيه رحمات وفيه بركات بتتجدد كل يوم من إيدين ربنا ليكي فيه فرص ومعونة بتتجدد كل يوم في حياتك لإن فيه بكرة جاي خلي عندنا أمل خلي عندنا اختيار إننا نغير بكرة ما نقعدش في مبارح ومبارح البعيد قوي ده لأنه لسه فيه بكرة جاي فخلينا نعيش بكرة جديد ما يبقاش بكرة زي مبارح لو أنت عايشة في قلم أو ظلم أو جهل أو خطية فيه طرق للتغيير النهاردة أنا قريت مقولة يعني كده بالروح حسيت إن أنا لازم أفتح مكان معين علشان أقرأ أشوف إيه الجديد اللي نازم فأول حاجة طلعت لي يعني فيه مقولة كده متاخدة يعني من سفر التسنية آية في سفر التسنية لما ربنا بيكلم شعبه وبيقولهم اختاروا الحياة لتحيوا أنتم وذرياتكم فده تعبير عن إرادة الله لنا إننا نختار يعني إحنا بنعيش الحياة بإرادتنا وباختياراتنا وعندنا اختيارات متاحة دائما دائما هناك اختيار والاختيار ده بيؤثر علينا وعلى من لنا أيضا التعليق على الآية بيقول كده من يسعى بصدق خلف هدفه تسنده كل الظروف للوصول إليه أذكر كم مرة ساعدتك الظروف لإنجاز هدف ما هل فكرت يوما بعناية الله التي ترافقك بصمت أو ترافقك أنت بصمت إيه وي تنسي أنت مدعوة أنك تختاري الحياة وهنا بينتهي التعليق التعليق ده من حساب على تويتر اسمه أنت جميل أحساب مشجع جدا بقى يعني بشجعكم أنكم تتابعوا ليه أنا يعني سعيدة بالتعليق ده لأنه يريد توقف لي الشاشة لأنه بيوجهنا لأنه بكرة فيه أمل وفيه اختيار على فكرة مساعدت ربنا واضحة في هذه الأمور الصورة اللي كانت محطوطة بينا كده أنه واحد ماشي وشايل شيلة في الصحراء وفيه شجرة ماشي وراه بتظلله على فكرة ربنا عمل كده مع شعب إسرائيل لما خرجوا وما كانوش مصدقين أنه هم يقدروا يخرجوا من العبودية اللي كانوا عايشينها ربنا غطاهم بالسحاب ونور لهم بعمود النور وأعطاهم كل ما يحتاجوا في الطريق وفتح لهم الطريق المعجزات اللي سمعناها واللي قرناها في الكتاب المقدس عن رعاية الله لشعبه اللي كان فاكر أنه ماقدرش يخرج من العبودية أنا بقول بروح الرب كده النهاردة أنه في اسم يسوع المرأة العربية المسلمة تخرج من عبودية هذا الدين الذكوري جدا الشرير جدا عايزين بقى بوعي نتكلم عن أهداف الله في حياتك اللي ممكن تغيرك عشان كده حلقة النهاردة هتكون بعنوان المرأة في عشرين اتنين وعشرين بين الماضي والمستقبل افهمي ايه الماضي اللي لازم تتخلصي منه يا جماعة احنا احيانا يعني كأشخاص في الحياة بيكون لنا ماضي مش كويس مش كده اختيارك اليومي انت ممكن تختاري انك تعملي خطية لو توبتي عن هذه الخطية وبصيتي لربنا هتبقى الخطية دي في الماضي وغفران الله والمستقبل في حياة مقدسة مع الله والمستقبل بمنتها البساطة فانا هتكلم عن الحياة العامة وهتكلم عن الحياة الروحية انا ابتديت بالفكرة الروحية عشان تقدري ترفعي عينك على الله اللي من عنده تأتي كل معونا لما تعرفي من هو هذا الاله الحقيق في السنة اللي فاتت كان فيه الحقيقة احداث كتيرة جدا وقصص ظهرت في الاعلام بتعبر عن معاناة المرأة العربية واستهدافها بشكل واضح شفنا كام حادث قتل مريع من جرائم اللاشرف اللي يعني حصلت في العراق وسوريا والاردن اتكلمنا عنها هنا على البرنامج ده فاكرين البنت اللي قتلوها بنت تلاتاشر ولا خمستاشر سنة ولا حاجة زي كده اهلها اتلوها والناس بتزغرت لانها رفت تتجوز حد او لانها اختارت عايزة حد تاني اي ان كان السبب السبب دائما مش هيكون بقدر ما حدث لها ولا تستحق لان ليها اختيار لان ليها اختيار وما كانش الحادثة الوحيدة فاكرين البنت اللي جوزها بيدرابها كان ضرب مبرح انتحرت انتحرت ليه لانها لم تجد من يعني يحنو عليها او يقول لها ان انتي مش ملتشا وكتبت كده انا ما عنديش مظلة ثابت رسالة فاكرين الرسالة اللي قارتها لكم الرسالة كانت فيها الام هذه المرأة الصغيرة اللي بتنتهك كل يوم وتغتصب وتضرب وهي بتقول انا مليش ظهر انا مليش حد انا بتضرب ليه هو انا من حقي ان انا اقول لا انا مش عايزة تضرب من حقي اني لقو هان من حقي ان اقول جسمي بتاعي مش بتاعك امثلة كتيرة من الامور اللي بتمر بيها المرأة العربية الى الان الى الان قصة الست اللي في مصر اللي طلع البواب وصاحب العمارة ضربوها عشان الرجل بيحط لها انبوبة واتهموها انها العلاقة بيه خافت منهم لدرجة من كتر الضرب رمت نفسها من البلكونة وماتت حوادث التحرش اللي كانت مالية السنة مع انه شوفوا بقى حوادث التحرش دي نقطة لازم نقف عندها لان حوادث التحرش دي حصل في مصر دلوقتي انه في قوانين صارمة ضد المتحرشين وده اللي احنا بنطالب بيه وده اللي انت لازم تطالبي بيه وده اللي انت لازم تعمليه ما تخفيش من حد فاكرين البنت اللي وقفت قالتنه انت بتتحرش بيه ليه فرح نازل ضربها في الشارع كلمنا برضو عليها هنا كل يوم حدثة واثنين وثلاثة من هذا النوع الانتحار اللي بيحصل بين سيدات كتير بعد شوية هكلمكو في قصة بسانت اللي انتحرت اخيرا البنات اللي بيخافوا انه سواء عملت حاجة او ما عملتش حاجة هتتهم بيها هتفضل لازقة فيها وتفضل لازقة في اهلها فالاهل ممكن يجبروها انها تعمل كده وتكلمنا في قصص بنات من العراق ومن الاردن ومن سوريا ده كان بيحصل معاهم التحرش بالاطفال الراجل اللي بيتحرش بالطفلة بيعت المناديل ويقولك قصة هي اللي تحرشت بيا قصة هي اللي كنت عايزة كده يا دي الجنان يا دي الجنان الثقافة الدينية اللي سمحت للراجل انه ينظر الى طفلة لانه نبيه تجوز طفلة وفتح الباب على مصرعيه لده وبقى ده العادي الطبيعي واتهام الضحية موجود ولا مش موجود هنوقف قدامه ولا لأ هنغيره ولا لأ تقدري تغيري تقدري توعي أولادك تقدري تحميهم تقدري تطلبي بحققهم حوادث الاغتصاب الكتيرة اللي حصلت السنة دي في المدارس حوادث الاغتصاب في الجوامع الشيوخ اللي بيقتصبوا البنات والسبيان ومراكز تحفيز القرآن أيضا أحداث كتير لكن أواخر العام الماضي حصل كده أفواج من الأحداث وأنا يعني زي من تعارفين كنت في أجازة ومشغولة جدا بالأحداث اللي في حياتي فكنت يعني عمالة أحطها كده على بعضها وأشوف إيه رب كم الشر ده اللي بيحصل في حقيقة ضد المرأة إيه كم الشر ده ليه فخلتني أبص كده لكم الحوادث اللي لازق في بعضها دي وأشوف إيه الرابط بينهم الرابط هو الماضي وما تعلمناه من الدين اللي طلع لنا من ماضي متحجر بيأثر على حياتنا النهاردة مازال إلا إذا إلا إذا قررنا رفضه وتغيره وأنا النهاردة بشجعك إنك ترفضي هذا الماضي المرير وما تقبليش الضحك على الدقون لأن اللي أصله مر هو مر اللي فيه نقطة سم هو سم فمن أنتج هذه الأفكار مصمم هذا الدين لا يمكن يكون إله ولا يمكن أنه يتبع هنتغير لما نقرر إن أنا نرفض ونغير كل اللي إحنا بنمر بيه كل شيء يخص حياة المرأة العربية والمسلمة له ارتباط بالثقافة الدينية بشكل مباشر من المهد إلى اللحد أنت بتتولدي من أول ما يقدنه في ودنها إلى لحد ما يحطوها في القبر وهي مرتبطة بتعليم دينية تضبط حياتها من قدل الراجل اللي في حياتها ومن أجل إنه المجتمع يعني فيه يعني مثلاً في مصر يسيطر على المرأة الراجل اللي في حياتها مثلاً يعني لكن بلاد أخرى مثلاً خلينا نقول حاخد مثل أفغانستان مثلاً المسيطر على حياة المرأة هو الدين فكرة الدين عموماً مش بس الراجل فده مسيطر على البلد كلها فبتبقى هي حياتها نقطة في بحر ما هيش مهمة شفتوا الفيديو بتاع الأفغان اللي بيقطعوا روس المانيكانات علشان ما تبقاش مغرية لأنها عورة مانيكان يعني تمثال بيقطع راسه هو مش بيقولك أنه حرام يكون في تمثال وكده لأ هو بيقولك أنه دي ست فهيبقى ده إغراء ما ينفعش فالثقافة الدينية بتخلينا من البداية للنهاية إذا كنت أم أو ابنة أو زوجة أو أخت أو كده أنت عورة أنت قاسرة التفكير أنت ناقصة عقل ودين فكل الردود اللي بتقابليها في حياتك وكل الموجهات اللي بتقابليها في حياتك هتصطدمي بواحدة من دول يا إما أنك ناقصة عقل ودين يا إما أنك قاسرة التفكير يا إما أنك عورة يا إما أنك شاهدتك نقصة وهكذا هتلاقي يعني دايما هتلاقي الدين واقف في السكة أنا النهاردة عايزة بمنتهى البساطة ويعني حقيقي حطرح عليكم الموضوع ده من خلال بعض الصور من المجتمع وهو اللي صور فعلا نحط لكم صور نبص عليها ونفكر هذه الصور كيف تؤثر على المنظومة الاجتماعية وتأثر على حياتنا إحنا وأفكارنا وما نقبله عن أنفسنا أو لأ يعني فالصور اللي حنشوفها دي والأفكار اللي حنشوفها دي بتخليك بتفكري هو أنا اللي غلطانا مثلا أنا هبتدي بالصورة دي حاتم الحويني حاتم الحويني بيقول كده لو زوجتك أحسن زوجة في العالم وبتخدمك بعينيها ووقفت جنبك طول حياتكم وبتخسلك رجليك كل يوم لما ترجع من الشغل برضو من حقك تتجاوز عليها ودي مش خيانة ليها ولا ظلم ولا افترع ولا عدم إحسان ولا تفاصة منك ولا فراغة عين ولا أي هاري من ده إحنا اللي تربينا في مجتمعات متخلفة بعدت عن دين ربنا يعني من المضحك جدا أن يتهم هذا الشخص المجتمع المتحضر الذي يعني يقدس العلاقة الزوجية الإنسانية يتهمه بالتخلف يعني بص أهو ده بيتهم المجتمعات المتحضرة بالتخلف عندما يتهم الدين المجتمع بالتخلف لأننا اتعودنا يعني عايز لأننا بنرجع نقدس العلاقات الزوجية وحرمة العلاقات الإنسانية واعتبار الزوجة إنسان كامل يبقى المشكلة فين؟ أقولها تاني يعني أقولها تاني أنه لما الدين يقول على تقديس العلاقة أو حرمة العلاقة الزوجية الإنسانية بين راجل وست أن ده تخلف أقول إيه؟ بنفكر إزاي؟ ماهو عشان كده مفيش علاقة زوجية علاقات زوجية نكحة في المجتمعات دي المرأة شيء وهنشوف من يعني هتلاقوا دايما المصدر شيخ واحد منهم الأنواع دي من السموم يجب ألا تمر مرور الكرام كده ما تعديش علينا كده ما ينفعش بلاش نتعود عليها ونعديها فلما نتعود عليها ونعديها فتيجي بقى الصورة اللي بعدها صورة من كتاب دراسي في اليمن بيقولك كده الأسرة اليمنية والحفاظ عليها إيه من صفات الزوجة بقى؟ يعني ده المضحك الموكي أن تكون ذات خلق ودين ماشي فهمناها دي نعديها لكم أن تكون خالية من الأمراض يعني إيه؟ يعني خالية من الأمراض يعني إيه؟ أنا عايز واحدة ما تعدينيش مرض مثلا أنا عايز عايز واحدة ما تمردش أبدا ليه؟ يعني ليه طيب؟ حضرتك لما هتمرد ما أنت ممكن تعديها؟ مش هي برضو أنت حضرتك بتمرد مش أنت ممكن تكون أصلا ده اللي بيقول كده يعني الزوج اللي بيفكر كده الراجل اللي بيتجاوز ده غالبا مثلا في اليمن هتلاقي أنه كل الرجال اللي بيتجاوزوا في الستينات والسبعينات والثمانينات يعني أنت مليان أمراض أصلا بس عايز تتجاوز بنت عندها 14-15 سنة خالية من الأمراض شوف تخلف وتبقى يعني تنفعك وتنفع عيلتك في الطبخ والغسل والمسح والكلام اللي أنتوا عايزينه ده كله وأنها تكون من بيئة كريمة يعني على الأقل من بيئة كريمة دي حاجات في مجتمعنا بنقولها لكن افرد أن البنت كويسة بس هي مش من بيئة كريمة افرد المسألة هنا أنا مش يعني مش بدقة على كل حاجة أنا بس عايز أقول أنه المقييس اللي بيعتبرها الدين الإسلامي بالتحديد في اختيار الزوجة هي مقييس أرضية بالكامل يعني في الزواج المسيحي يجب أنه الزوج والزوجة يكون مستواهم الروحي في العلاقة مع الله يكون الله هدفهم الأول كل واحد لوحده والله اللي يختار ليهم لأن الزواج المسيحي علاقة مقدسة تربط الاثنين أمام الله إلى الأبد طبعا ده بيعجب كوش بتتخده يعني انت بتتخد لما نقول أنه دي علاقة مؤبدة لأنك عايز واحدة كل شوية دي طمرت طلقها وهت لك واحدة تاني لكن الزواج المسيحي علاقة بين اتنين مع الله اتنين قدسهم الله فعشان كده ما ينفعش أنك يعني تحط المقاييس الأرضية دي مواصفات الزوجة أنها تكون بنت ربنا مواصفات الزوج أن يكون ابن ربنا الأفكار دي يجب أنها ترفض يعني دلوقتي أنا بقول إيه أنه في حلول للأمور دي عندكم المجتمعات في اليمن مثلا عندكم نسويات محترمات جدا ليهم مكانة في المجتمع الدولي عندكم نساء بيشتغلوا في القانون ويقدروا والمحاماة والكلام ده كله اعملوا طلبات بتغيير الكتب دي إزاي قبلين أن أولادكم يتعاملوا كده ويتعلموا كده حتى لا يغتصبها أقول لكم إيه؟ يعني تعليق في منتهى الجمال الحقيقة أنه التعليق ده في منتهى الجمال لأنه ده مجتمع لا يتحمل المسئولية الشخصية الحل المرأة النهاردة من جزئين الحل أننا لا نسمح بوجود الأفكار السطحية دي اللي بتحدد صورة المرأة بالشكل ده وأننا نعترض على الناس اللي بتفكر التفكير السطحي دول واللي بيضعوكي في صورة العورة مصدر الشهوة الكلام ده كله اللي عايزة من نعترض ونفضحهم ونفضح أفكارهم المسمومة دي أفكار مسمومة مصدرها كله من القرآن اللي بيشيق المرأة أصلا وبيجعل الراجل هو كامل العقل وكامل الدين وكامل الأوصاف بقى يعني أغني لكم بقى يعني زهد الحقيقة من التخريف دي والمرأة لأ فيعني يجعلك دائما سبب المشكلة أنت مش السبب أن الراجل اللي ماشي جنبك ده بيبصلك بصورة غلط أو عايز يغتصبك أو عايز يمد إيده عليك مش أنت السبب حتى لو أنت لابسة مايوه مش أنت السبب هو فكره مش نضيف ليه المجتمع اللي بيحطم التماثيل ده ليه كانوا الإخوان والسلافيين عايزين يكسروا التماثيل الفرعونية ويغطوها ويغطوا التماثيل في الميادين والكلام ده كله ليه ليه الشباب بيقولولي عشان دي تمثال مايتعملش بيها حاجة لكن لو واحدة ممكن يغتصبها فكرة كويسة يعني وده برضو الاتجاه لكن التمثال اللي أنت بتغطيه ده عشان حرام حرام ليه ما انتاش عارف علشان كان صنم هو أنت ما عندكش مخ عارف أنه ربنا بس هو اللي يتعبد مش الصنم الناس كانوا بيصلوا أمام الأصنام دي اختياراتهم أنت مختارنك تعبد ربنا عايز تغطي تمثال رمسيس التاني ليه أنت مالك اختراق حريات الآخرين أنت مالك خليني أوريكو الصورة اللي جاية دي أنا يعني الشيخ اللي جاي ده هو إيه شكله حزين قوي you know وقاعد في مجلس ديني أنا حقرلكو اللي الشيخ قاله بالتحديد في الحديث مع الناس اللي حواليه هو حزين أنتوا تفتكروا ليه أقول لكم لأنه فيه اتنين رجالة اغتصبوا واحدة طبعا لازم يكون حزين عليها مثلا من الفعل المشين ده لكن الصدمة بقا أنه مش حزين عليها الشيخ بيقول كده عن الاتنين بيقول أنه سألهم فقالوله احنا اغتصبناها يا شيخ أخدناها يعني بقا هنعمل ايه فاللي جنبه قال آه الشيطان فيرد الشيخ بقا ويقول لهم ايه يقول بس والله بيدعوا عليها دعا أنا ما بقيتش مصدقة وداني فيرد التاني يرد التاني عليهم يقول له ايه ده يعني أكيد من المؤكد هي المتسببة ينهى ربيد ينهى ربيد الراجل بيقول أنه الاتنين بيقولوله هم بقا بعد ما اغتصبوها بيقولوله هي اللي تسببت في أن احنا اغتصبناها وبعدين الشيخ بقا بيقول يعني وهم طبعا الأكتر فأكيد هم اللي صدقين يعني وراحوا بقا يعيني صعبانين عليه وشوف بقا ايه متأزي ازاي يعيني صعبانين عليه العيال اغتصبوها وهي اللي كانت متسببة في مجتمعات بتعاقب المغتصبة بالجلد لعلها كانت استمتعت بالاغتصاب مثلا وش ده بيحصل في المجتمعات الإسلامية أو تقتلها لأنها اغتصبت حفاظا يعني حفاظا لماء الوجه بتاع الأسرة فتظل المرأة هي الملامة الضحية والملامة للأسف بصوا الشيخ ده يخليني أبص القصة بسانت واقول انه بسانت غلطت ما غلطتش مش شغلك هي مش هي اللي في الفيديو مش شغلك لكن أنا عايزة أبصت للبنت دي واقول ان البنت دي بالسبب المجتمع ده اللي بيلوم الضحية وبيضع اللوم على أي امرأة تنظر يعني لحياتها بشكل مختلف عنه يراها ساقطة ولا نفع ولا عودة ليها هي للاستخدام فقط فيقتل أي رجاء في الحياة عندها زهقت من الحياة يقسد عارفة انه في مجتمع زي ده هتتتبعها الصور دي إلى ما لنهاية فين بقى الرجالة والستات المصريين اللي يقفوا ويتكلموا عن بسانت وعن غيرها وعن أي وحدة يعني تتهم أو تتفضح بالشكل ده في وسط العالم الإسلامي ويقولوا لا إحنا هنسندك إحنا هنقف معاك وحنجيب الناس دول ونعاقبهم يعني أنا اخترت الصورة دي بالذات ليه أولا ويش البنت هو اللي مكشوف ويش هم هم متغطي ليه؟ طيب ليه؟ فالعجيب إنه دائما إحنا بنغطي ويش الضحية مش المتهم وإنه الاتنين دول طلاب أزهر تعليق الأستاذ خالد منتصر يعني في الموضوع ده قال إيه؟ إنه طلاب الأزهر ليه إحنا بنقول إزاي دول يبقوا طلاب في الأزهر؟ لأن الأزهر بيصرف عشرين مليار في السنة عشان يعلم الناس إيه؟ الدين والأخلاق والقيم فيخرج لنا دول دول يتعلموا إيه؟ يتعلموا إيه؟ ومن الأزهر برضو كتب الأستاذ خالد منتصر خرج الناس الخلياة اللي قتلت النائب العام من الأزهر برضو بتتعلموا إيه؟ بتتعلموا فكري إرهابي خرجوا بناتكم من الأزهر خرجوا ولادكم من الأزهر ده فكري شرير بس أنت انتحرت ليه؟ بس أنت انتحرت لأن ما كانش عندها رجاء في المجتمع إنه يغفر لها ولا حتى أهلها وعلى فكري إحنا شفنا بنات بتنتحر ويقولوا انتحرت لكن الواقع إن أهلها هم اللي خلوها تعمل كده وأهلها هم اللي قتلوها أنا مش بقول إن ده حصل لبسانت أنا بس بقول إنه اليأس من إنه يكون في مخرج في المجتمع والحياة بصورة طبيعية يخلي أي حد يعني ينهي حياته بإيده لأنه خلاص يعني بكرة شكله إيه؟ بالنسبة لبنت في مجتمعنا شرف العيلة اللي زي عود الكابريت هيحصل إيه؟ لو ده حصل في الغرب بقى إيه اللي ممكن يحصل؟ لما ده بيحصل في الغرب حد أخد صورة لحد نشر فيديو لحد ولا حاجة زي كده وتكون علاقة وقعية فعلا حصلت يحصل إيه؟ القانون يعقبه يسجن لأنه مش من حقه القانون البنت في الوضع ده تروح للبوليس وللحكومة وتقول لهم أنا بقى انتهك بهذا الشكل يتحاكم الغلطان يتحاكم يعني فيه برضو حاجة افتكرت البنت الأوكرانية اللي كانت طلع البلكونة بالميو وإزاي إن اللي صورها أو اللي صورتها لم تعاقب إزاي؟ انتوا عارفين إنه فيه حاجة في القانون بتاع الغرب يقول لك الشخص اللي بيتجسس على حد من غير إذنه فيصوره أو يسجله أو بس يتفرج عليه حتى دي جريمة الست اللي صورتها في بلكونتها في بلكونة بيتها هي اللي عملت جريمة مش الست اللي قعدت بالميوه مش عاجبة كدخل جوه ده انتوا بتستنوا نص مصر بتعطي تتفرج على الحاجات ووحدة أجنبية أنا فاكرة زمان كنا ينو احنا نلبس شرطات وكل حاجة بس في النادي في المصيف كده يعني كل مكان له لبسه لكن لما يبقوا السواح ماشيين في الشوارع لبسين شرطات ولا قصير ولا عريان ولا اي حاجة ما بنبص لهمش لأنهم سواح ولا بنتقذى منهم لأنهم سواح مش عارفين سلوا بلدنا زي ما بنقول لبس بلدنا زي ما بنقول ينو لكن ما كناش بنعمل كده دلوقتي بقى الأخلاق حكمت عليكم قوي طب فين الأخلاق للست ولا للراجل اللي تجسس عليها ما جيبتوش ليه ما تقلبوش الموازين ازاي نغير المجتمع ده ازاي نخلي واحدة زي بسانتي يجب عندها أمل أنه في ناس هتوقف جنبها وتساعدها حتى لو كانت غلطت في ناس وأفكار في المجتمع يجب أنها تواجه بصرامة وأنا بقولها النهاردة يعني بمنتهى الوضوح والصراحة أنه المرأة العربية القوية الذكية تستطيع أنها هي اللي تغير هذا الواقع اتكلمي عن إخواتك بلاش موضوع المرأة عدو المرأة ده لأنه مهين جدا لكل امرأة بتسمعني مهين ما تلوميش ما تلوميش البنت سعديها علشان ينقطع الحبل ده somewhere في أي مكان ينقطع الحبل ده حبل اللوم والأفكار المغلوطة بصوا الصورة اللي جاية دي عمرأ أديب استضاف الأستاذة أنا أسفة مش هترفتكر اسمها بس إيه يعني مش مهم هي طبعا دكتورة وعندها برنامج وبتعد تتكلم بقى إيه وخلط ما بين الدين والطب فعمر أديب بيقول لها وعدم الزواج مضر نفسيا وجسمانيا فقالت له الراجل الست لأ المرأة ما عندهاش الكلام ده يا سلام شوف بقى التحديد بقى اللي بعده شوف بقى اللي بعده هيبأ ياسا فخلينا نشوف اللي قالته بقى بعد كده بالتحديد تقولك إيه إنه بيقول لها بتقول عدم زواج المرأة غير مضر لها مقارنة بالرجل وعدم زواج الرجل له ضرر صحي وجسدي ووظيفي ونفسي المرأة ما عندهاش ضرر طول ما هي مش ناشطة جنسيا وإذا استمر بها الحال ولم تكن ناشطة جنسيا في أي مرحلة مراحل حياتها فهي غير مضرورة أنا أسفة جدا ده كلام لا هو طبي صح ولا هو نفسي صح خليني أخذ مكلمة الأخت في ريال أهلا بيك أخت في ريال تفضلي أنا أخت أماني سلام نعمة المسيح معاك سلام نعمة حبت كيف؟ كيف؟ أنا وأنتي طيبة وبألف خير شكرك تعزيات الرب بانتقال الوالد الفاضل القسر اوه شكرك وكانت وكانت الحلقة في السبوع الماضي رائعة وأكثر من رائعة المكدل حقيقة لمست قلوبنا والرب يتمجد في حياتي وختمتك يا أختي أماني ومن خمسمائة حلقة عددها تكون آلاف الحلقات بإسم الرب أمين في اسمي يسوع الله يبركك يا أختي ربنا يبركك شكرا حببت أختي أماني مثل ما اتفضلت أنه الزواج في الإسلام هو عقد عقد ولا يشعهد أما الزواج في المسيحية فهو عقد بين الزوجين الزوجين وبين الله يعني أنا ما أنسى حضرتك الحلقة اللي شوفتنا قبل قبل فترة عن المرأة اللي كان زوجها يعنيفها وبالسكين وترك آثار على كتفه وكانت تتناقش مع الشيخ مبروك العطية وشوفته الآثار السكين على كتفه هو هو ترك عنف زوجها بالنسبة إليها وترك الأذى النفسي اللي سببها والألم أيضا الجسدي وقال اتقري قريتي كتف كي حتى شوفين العلامة نعم فأحياء فالحقيقة فكر للأسف أقول وللأسف فكر مقذر نعم فقط يفكرون بالجنس يعني المرأة يخذوها وعاء جنس مو آدمية مو إنسانة أبدا عشان كده احنا عايزين المرأة بقى هدفي من حلقة النهر دا فريال انه المرأة العربية تستطيع انها تغير دا وتعرف بقى من الاله الحقيقي اللي عايزة تعيش آمين آمين يا أختي أماني ولمن يقولون المرأة ناقصة عقل هل هو خلي تفكر المرأة هل هو الله القدوس هو ناقص حتى يخلق شيء ناقص يطلع منه شيء ناقص وإلا هو قدوس صالح وكل ما يعمله هو صالح وعادل وعادل ورحوم وغفور يا رب يعرفون للرب يسوع المسيح هو يلمس قلب ويعرفون الإله الحقيقي ويتحررون من هذه الخزعبلات والتخاريف الشيطانية باسم الرب يسوع أصلي شكرا الرب يباركك ويحافظ عليك شكرا الرب يباركك يا فريال كتر خيرك طيب أولا أنا يعني أنا قلت حتة أنه عدم الزواج للمرأة أو عدم الزواج للراجل وبتقول لك ده الراجل يتأثر نفسيا وجسمانيا وفسيولوجيا وقاعدت تقول كل حاجات إيا كتيرة لكن الست لأ بتقول لك إيه إذا ما كانتش ناشطة ناشطة جنسية على فكرة يعني ده من المعروف أنه ستتنا يموت جوزها مثلا وهي صغيرة فتعيش عشان تربي ولادها وترفض عرسان قد كده عشان تربي ولادها وتعيش بمنتهى القوة وتعيش بمنتهى البساطة وتعيش وهي شكرة ربنا وفرحانا وسعيدة وما هيش متأزية ولا أي حاجة لأنه المسألة كلها في المخ والقلب مش بس أعضاء الجسم مش بس الزواج ده مش حاجة عضوية المرأة لازم يعني إذا جربت الجواز ما ينفعش بقى هتبقى متضررة بعد كده ده كلام فاضي ده كلام فاضي العفة والطهارة في القلب وفي الفكر وفي الروح في ستات كتير بيعيشوا كفايتهم الله في علاقتهم بالله وفي رجالة كمان كتير بيعيشوا بنفس الطريقة فاللي بيتقال ده يعني داخل فيه عك إسلامي كتير للأسف فلما نلاقي حاجات زي كده لازم نواجهها ونقول إنه ده غير حقيقي غيروا الفكر اللي موجود في وسط المجتمعات العربية دي من فكر أردي جسدي مرتبط يعني هذا التعليم المضلل لشخص الإنسان وقلب الإنسان إلى فكر أرقى أرقى كتير خليني أخذ مكلمة الأخ أوكي الأخ سيد من المغرب أهلا بيك أخ سيد تفضل أروا مرحبا سلام المسيح معك أهلا بيك سلام المسيح سلام ونعم أنا الأخ سعيد مش سعيد سعيد أنا أسف طب أنا أسف أهلا بيك أخ سعيد شكرا يا أخ سعيد هل تتذكرني أنا اتصلت بك في حلقات صابقة أعتقد أيها طبعا أنا فكر صوتك تفضل أقول لي تعليقك النهاردة ايه تفضل نعم نعم عندي تعليق بسيط جدا تفضل نعم نحن في في المغرب يعني ما عندناش قانون يحمي النساء من العنس وأيضا المرأة يعني هي لا تأخذ حريتها في الملابس يعني لا ترتدي ما تشعي يعني هناك هناك تضييق في المغرب وتحرش كتير أي والدولة الدولة لا تقول أي شيء ولا تدابع عنهم يعني يعني لا يوجد أي قانون يحميه وده ده اللي أنا بقوله إن إحنا لازم بقى نبتدي على فكرة أنا قلت يا سعيد إنه الرجالة والستات الوعيين يقدروا يغيروا ده نطالب بقى بوضع قوانين لحماية المرأة وإنت كراجل وفاهم وواعي تقدر يبقى لك دور في ده يعني نعم لكن في المغرب المغرب قام بمنع المظاهرات لذلك النساء لا يستطيعون الخروج والدباع عن نفسهم فقد تم منع المظاهرات في 2011 ولكن هناك جمعيات هناك جمعيات نسوية تدابع عن النساء هو خليني أوضح أنا مش أصدي أبدا نحن نعمل مظاهرات أنا أصدي نحن نطالب من خلال جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات النسوية ومن خلال يعني الطرق القانونية المشروعة بسن قوانين تحمي المرأة والطفل تفضل يا سعد نعم نعم يوجد جمعيات تطالب بذلك لكن الدولة يعني دائما تتجاهل و يعني ترى بعين واحدة يعني كأنها تتجنب ذلك يعني ولذلك النساء عندنا يعانون كثيرا يعني حتى المرأة فقط إذا ارتدت فقط سيروال جينز نعم يقول لك لا يقول لك هذا لا هذا ما يعني ما يصلحش ما عيب يقول لك عيب عندنا في المغرب هناك في الدستور الحكم هو حكم ديني وليس حكم علماني للأسف للأسف نعم وده موجود في معظم الدول العربية بصورة ما يعني 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 وانا اتمنى نعم اتمنى اتمنى ان يكون هناك تغيير وان يعطوا حقوق نساء هنا في المغرب نساء مقهورة نساء مقهورة من التحرش الآن يتحرشون بهم ايه لماذا التحرش لماذا لا نرى التحرش في دول الغربية مثل أمريكا ومثل فرنسا لماذا لا نرى هذه الأشياء امين التغيير لازم يجي من جوانا وبما انك عابر ومؤمن بالمسيح اليوم تقدر تصلي من اجل هذا التغيير كبداية وربنا يرشدك انك تكون عامل في هذا التغيير في بلدك زي ما احنا شايفين مثلا تونس والتغيير اللي فيها كمان المغرب والجزائر ومصر والسعودية والتغيير اللي فيها كمان ربنا يفتح ابواب التغيير في اسم ياسوع امين افت اماني تفضل افت اماني يعني لتقدر تتواصل معي بعد الحلقة النهاردة بعد الحلقة اكلمك على طول باذن ربنا شكرا شكرا سعيد الرب معك طيب خليني يشوف السورة اللي بعد كده الشهير يعني انا بحبش اقولي الاسم اللي الناس بتسميه بيه بس يعني ايه نفسي اقوله مرة فرحان بعضلاته قوي في الناس بسمينه مجانس فالشيخ مجانس بقى يعني من اواخر التويتات اللي خرج بيها علينا اليومين اللي فاته نرفزتني جدا مش جديدة بس نرفزتني هقولكوا ليه بيقول كده تريد احدهن مهرا وزهبا وقائمة ونفقة زوجية ونفقة مسكن وملبس ومأكل وعلاج ثم نفقة متعة عند الطلاق ونفقة عدة ثم تراها تصيح بالمماثلة بينها وبين الرجل اذا كان النظام الاسلامي لا يرديكي فلا تقبلي من الرجل شيئا عند الزواج ام انك مسلمة عند الاخذ وفمانست عند الدفع يعني ايه في كبرياء وسوقية في الحديث والردح الاسلامي الرجل ده بيقول للست كده انا اشتريتك زي ما بشتري التلاجة والغسالة وانتي انا دفعت فيك ده كله فما تجيش تقوليني انتي زيك زيي وراسك براسي المجتمع هو اللي قال كده على فكرة انه انه تتحط كل المظاهر دي من المهر والدهب والقايمة والكلام ده كل والاسلام هو اللي خلى الست الزوجة بيدفع لها للحق في المعاشرة المهر ده علشان يشتري هذا الحق في المعاشرة فبما انك انت عارف انه المصدر الاسلامي اصلا بايز اللي انت بتتكلم بيه ده مصدر بايز ده ان العلاقة الزوجية هي علاقة انسانية لا تقف على هذا الفعل فهذا الفهم يجب انه اتغير لكن انا النهار ده جبت عبدالله رشدي بالذات ليه بقى عشان انا حب اشوف في سنة عشرين اتنين وعشرين مجموعة من الستات والرجال الازكياء يرفعوا عليه قضية مع كل تويته لان هذا الشكل من الفكر متصل تماما باللي علمه الشعراوي مثلا باللي علمه بالدين بصوا يعني لازم يتخذ موقف مع هؤلاء لانه اذا كان ده مسنود فانتم اقوى بافكاركم واصواتكم والقانون اللي المفروض انه بيحمي المجتمع من السفاهة دي دي سفاهة لانها بتسمم افكار الشباب بس المصدر ايه المصدر الدين اللي حط الست في انها تبقى هذا العضو اللي في جسمها بس بالنسبة للراجل وبالنسبة للمجتمع بصوا الشعراوي في الصورة دي اولا انا اقرار لكم التعريق بيقول بعض الافكار تصنع حياتنا دون ان ندري ماذا لو كنت في قسم الشرطة وجاءتك زوجة تشتاكي من اعتداء زوجها عليها هل ستأخذها مأخذ الجد لا طبعا وهواريكوا لا طبعا ليه وهواريكوا ادي الستة هي دي الدكتورة شريفة صفوت او حاجة زي كده المهم يعني الدكتورة دي راحت الاسم تشتاكي انه جزها كسرها شايفين وشها ومضروبة ومتكسر اديها وكسر عليها لوح ازاز وكسر عليها التلفزيون وبهدلها جزها ضابط شرطة فراحت تشتاكي فقالوله اهلا يا باشا ومش عارف ايه وتفضل يا باشا ووقفة بتقول انه هم عملوها وحش وانه منعوها انها تسجل بتليفونها علشان تثبت الواقع وهي جوه الاسم وهي جوه الاسم بتعمل البوس ده راح واحد من العساكر اللي وقفين ضاربها وموقع التليفون من ايدها وتبهدلت الستة بس انا حايزة ارجع تاني لصورة الشعراوي عشان اقول لكم الشعراوي قال ايه انا حقرالكم الشعراوي قال ايه علشان يبقى تبقوا فاهمين انه اي ستة لما يكون راجل الدين قال لها انت ملكيش حق انك تعملي كده ما تجيش يا شيخة تقوليلي كده انه ضربك ولا مش عارف ايه ده اللي ربى الناس اللي في السجون واللي في الاقسام واللي بيدوا الفتاوي بتاع النهار ده الشعراوي في الفيديو ده بيقول ايه انه بيكلم على الاية بتاع انه لقد افضين افضوا بعضهم الى بعض يعني معنى ذلك انهم اطلعوا على عورات بعض اوعي بقى تيجي يا ستنتي تقولي ده اتنرفز علي وشتمني وقال لي يا بنتيلي ولا يا بنتيلي ومد ايده علي ما تسكوتي بقى يا شيخة يقولي ما تسكوتي بقى يا شيخة بعد ما اطلع على عوراتك جاية تقولي انه شتمك يا شيخ اسكوتي فبيقول كده بعد الحتة دي ما تتوجد انه اطلع عليك يبقى خلاص ملكيش حقوق بقى ايه يعني ايه يعني شتمك يعني فلما تيجي الست بقى فعلا تروح الاسم زي الدكتورة المحترمة اللي راحت الاسم ومتشال فتا بالشكل ده فيقولوا لا يا شيخة اجري كده يا شيخة مش تطلع على عورتك الدين الدين هو اللي رب هؤلاء لكن انا بقولك النهاردة انه فيه قانون لازم يغير ده وان الست دي وقفت وقالت انا عايزة حقي انا مش حاسكوتي انا عايزة حقي انا تشتمت واتبهدلت وعايزة حقي ففعلا كان فيه ناس من الدولة تدخلوا وجابوا لها حقه واتبهدلت بقى بعد كده شوفوا اتبهدلت ازاي تروحي تتكلمي على تشتكي جزك في الاسم وبعدين ترجع وتتصلحه ما انت في الاخرى هتستلحي لا هي مش المسألة في الاخرى هتستلحي هي المسألة انه اخطأ فلا تلوم المخطئ ولا تلوم الضحية وتسيب المخطئ ايه ده ايه ده ده يتغير في مجتمعنا ازاي انه كل الست بيتمدل ايد عليها تروح تشتكي وتصر على اخذ حقها وتصر ان ده ما يحصلش في بيتها تاني وتصر ان اولادها ما يشوفوش الكلام ده انتي من حقك تعيشي محترمة لان الله خلقك محترمة ليك اختيار انتي ليك اختيار اختيار في الحياة الكريمة واختيار في الحياة المحترمة والاختيار ده لازم يجي عن وعي انا جبتلكم النهاردة بعض الصور يمكن اكمل الموضوع ده بعدين مرة تانية لكن انا عايز اكلمكم عن مسئولية الانسان عن افعاله واختياراته الكتاب المقدس بيقول كده انه في سفر الامثال الزارع اثن يحصد بلية اللي يزرع اثن يحصد بلاوي يعني انت مسئول عن اختياراتك هتزرع خطية هتحصد كوارث في حياتك لانك لم تكرم الله في حياتك فما بالك بقى اذا كنت لا تعبد الاله الحقيقي ما بالك اذا كنت لا تعبد الاله الحقيقي فانا بقول لكل امرأة مسلمة بتسمعني النهاردة انا كنت مسلمة وعيشت هذا الدين ولم اجد الله فيه انا عايز اقول لك انه انت من حقك تختاري تتعرفي على الاله الحقيقي اللي بيقول لك من قبل ان صورتك في البطن عرفتك اللي بيقول لك انك منقوش على كفك اكف وهو اسمك منقوش على كفه الذي يستطيع ان يكتب اسمك في سفر الحياة في كتاب الحياة الذي يستطيع ان يعطيكي شفاء داخلي وقوة الهية اللي بيقول انه جسمك ده اللي هو الدهولك ده هيكل لروح الله فيعامل باحترام ويتحب لانك هيكل لروح الله بدعوك انك تعرفي المسيح بدعوكي انك تعرفي انه ليك اختيار تختاري الله الحقيقي فتتغير حياتك وتقفي قدام اللي بيجابهك بالسفاهات دي وتعرفي تقولي له لأ اوقف عند حدك خلي شرك لنفسك لانك هتحصد بلية كل اللي بيزرعه ده هيحصده بلية ما ينفعش كتاب بيقول كمان ايه في كل تعب منفعة وكلام الشفتين انما هو الى الفقر فليه لنا بقولي الاية دي لانه اللي بنقعد تتكلم بس من غير ما يعمل حاجة فعلا حياته ما بتتغيرش فانا بقولك انت تقداري تعملي حاجة تغير حياتك وتغير مجتمعك وتغير مستقبل ولادك روحيا واجتماعيا انا بشكركم والى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة الى اللقاء